موسيقى قمة السابعة الكبار استضافتها بريطانيا واستقبلت فيها قادة الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا وإيطاليا وألمانيا وكندا واليابان والاتحاد الأوروبي لبحث قضايا أبرزها سبل إنعاش الاقتصاد العالمي بعد حالة التراجع التي سببها تفشي وباء كورونا توصلت دول المجموعة إلى التعهد بتوزيع أكثر من مليار جرعة من اللقاحات المضادة لكوفيد-19 بحلول نهاية العام 2022 على الدول التي تحتاج الدعم في هذا القطاع في أمل دولي للقضاء النهائي على الجائحة العراق لم يكن بعيدا عن قمة السابعة الكبار فقد نشر سفير المملكة المتحدة في العراق سيفن هيكي بيان مجموعة السبع حول العراق وتصدر البيان إشهادة قادة تلك الدول المجتمعة بقوات الأمن العراقية وبضمنها قوات البشمرقة في كردستان وضاف البيان أيضا إلى استمرار دعم تلك الدول لجهود الحكومة العراقية في تحقيق الاستقرار في المنطقة بعد أن أشاد البيان بالحكومة العراقية أيضا في نجاحها ضد تنظيم داعش وذكر البيان تأكيد القمة على دعم سيادة العراق واستقلال ووحدة عراضيه الانتخابات المرتقبة في العراق لم تكن غائبة عن القمة وقد أكد البيان على تأييد قادة الدول بالكامل لقرار مجلس الأمن بالرقم 2576 ودعوته لإشراك مراقبين دوليين للانتخابات لضمان نزاهتها وتشجيع جميع العراقيين على المشاركة فيها اختتم البيان ترحيب القمة بجهود الحكومة العراقية في محاسبة الجماعات الخارجة عن القانون والتي شنت هجماتها ضد المواطنين وقوات التحالف الدولي المتواجدة أصلا بناء على دعوة الحكومة العراقية للتدريب وتقديم المشورة في الحرب ضد داعش من بغداد ينظم لنا عميد كلية العلوم السياسية في الجامعة المستنصرية الدكتور خالد عبداليلهاد دكتور أهلا وسهلا بك ويانا ومساك الله بالخير شنو أهمية هذا البيان في هذا الاجتماع الدولي بالنسبة للعراق بسم الله الرحمن الرحيم مساء الخير لك السيد علي الجميع مشاهدين قناة حر العراق وشاكل لهذا الصلاة هذا البيان مهم جدا من حيث بأنه هو هذا الاجتماع الأول منذ سنتين منذ اجتياح العالم فيروس كورونا وبالتأكيد أن نتوقع عندما يذكر العراق في هذا البيان فهو يدول على أهمية العراق وإلى مكانة العراق وإلى موقع العراق وأيضا يمكن من خلاله أن يجب أن نتحدث بشكل واضح بأن العالم ما زال يدين للعراق مسألة القضاء على تنين داعش الأرهاب وبالتأكيد أن نتوقع هنا يأتي الدعم الدولي عندما يأتي من السبع الكبار في العالم المعروفين باقتصالياتهم الضخمة والكبيرة وإيضا المعروفين بالمستوى المعاشي الكبير لذلك نتوقع هذه القمة عندما جاءت لكي تناقش أربع قضايا هي قضايا الأمن وقضايا الاقتصاد وقضايا الصحة والبيئة وعندما يختص جزء من البيان للإشارة للعراق فبالتأكيد هنا نتحدث عن الناحية المهمة جدا الذي يمكن من خلالها أن يستثمرها العراق بالنسبة لتلك البلدان وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية كندا بريطانيا فرنسا ألمانيا يابان إيطاليا كل تلك البلدان أن نتوقع عندما تتحول استثماراتها وشركاتها نحو العراق فبالتأكيد سوف تكون هناك نقلة نوعية في إطار الجانب الاقتصادي فضلا عن مسألة الأمن في دعم قطاعاتنا العسكرية على مستوى التدريب والتجهيز فإذا المستويات والمحطات مفتوحة وهذه الأبواب وهذه المحطات التي ذكرناها يمكن أن تتوسع لكي تتناول الكثير من القضايا المفصلية المهمة جدا في رسم طبيعة العلاقات الثنائية بين العراق وتلك البلدان أو حتى في إطار العلاقات بيننا وبين دول الاتحاد الأوروبي وهناك الدول دول كبيرة جدا من هذه البلدان هي منظمية تحت خانة بلدان دول الاتحاد الأوروبي دكتور هذا أيضا يمكن رد على بعض الآراء أو وجهة النظر التي تقول بأن العراق لم تكن أولوية أو لم تكن أولوية خاصة بعد أزمة كورونا هذا يمكن تأكيد أيضا من هذه الدول على أن العراق ما زال موجود على أجندة الدول الكبرى بالتأكيد عندما تلك البلدان قبل أقل التحدث تناقش مسائل العراق ومسألة أهمية العراق اليوم لدى البلدان هذا الاجتماع الحضوري الذي ناقشه بتفاصيل مهمة جدا قضايا تتعلق بالأمن أمن الدول بحد ذاتها وأمن أيضا المنطقة لا سيما منطقة الشرق الأوسط لا سيما اليوم نتحدث عن تخصيص مبالغ من تلك البلدان في مكافحة الإرهاب بشكل عام لا سيما الفكرة الإرهاب المتطرفة لا سيما أيضا بخصوص حالة العراق عندما استطاع أن ينتصر على تنظيم داعش الرهابي هنا نتحدث عن الجهد الدولي هذه القمة مهمة جدا جاءت أيضا لكي تعلن ميثاقا أطلسي جديدا بين الولايات المتحدة وبريطانيا وبالتأكيد مؤثرات هذا الميثاق قد تنعكس أيضا على دول المنطقة وعلى الدول السبعة وحتى على العراق بشكل حقيقي إنما ينطبط بعلاقات وثيقة بين العراق وبريطانيا من ناحية وبين العراق والولايات المتحدة من ناحية أرخا فبالتأكيد نتوقع معايير ومبادئ هذا الاجتماع مهم جدا نعم دكتور أيضا أريد أسأل على مسألة التأكيد على ضرورة الانتخابات والرقابة الدولية شون ينعكس هي تصريح على ناخب الآخر العراقي اللي هو راح يروح يصوت واللي دعوه قادة الدول السبعة للمشاركة في الانتخابة قبل أن نتحدث عن هذا الأمر هناك عبارة مهمة جدا أكدتها الاجتماع وهو مسألة سيادة العراق وسلامته واستقراره وبالتأكيد هذه الرسالة اليوم لجميع دول الجوار الجغرافي للمحيط الأقليمي والدولي عندما تصدر من هذه المجموعة من السبع الكبار أعود إلى سؤالك فيما يتعلق عندما تتحدث تلك البلدان إلى سيادة العراق وعدم التدخل في شؤونه فهي رسالة أيضا فيما يتعلق بالانتخابات قرار مجلس الأمن عندما كانت حاضرة موثلة الأمين العام الأمم المتحدة السيدة بلاس خارث في جلسة مجلس الأمن وتم الحديث عن قرار 25-76 فيما يتعلق بالمراقبة الدولية اليوم تلك البلدان أيضا دعمت هذا القرار بشكل حقيقي وواضح وأكدت على أهمية الانتخابات والتداول السلم للسلطة والتغيير والإصلاح والبناء فضلا عن أنها أكدت في كثير من المحطات هذا البيان أن يكون هناك دعم للحكومة العراقية من ناحية فيما يتعلق بتهيئة كل الظروف اللوجستية وأيضا فيما يتعلق المراقبة الدولية على مستوى الأمم المتحدة والجمعين العام المتحدة وعلى مستوى الكثير من البلدان التي يمكن من خلالها أن تعطي معيار النزاهة والشفافية والعدالة والموسوى وتقطع الطريق أمام كل من يريد أن يتحدث عن فرضية التزوير أو كل من يريد أن يتحدث أيضا عن فرضية الأخطاء كما حدثت في انتخابات 2018 لذلك نتوقع اليوم العراق بمستوى خطاب البيانة الذي صدر من الدول السبعة أنا أتوقع الأيام القادمة والأشهر القادمة سوف تكون هناك نقاط مفصلية مهمة جدا في علاقات العراق الخارجية لا سيما مع تلك البلدان وأيضا مع المجتمع الدولي وبالتأكيد هذا يشيء بالشكل الحقيقي إلى مبدأ الانفتاح وتلك البلدان العراق مرة ثانية هذه نقطة مهمة وانكماش حقيقة بين تلك البلدان على مستوى العلاقات الخارجية التي يمكن أن يبني عليها العراق أريد أن أسأل حضرتك دكتور كيف يمكن من خلال هذا البيان من خلال هذا الدعم الدولي كيف يمكن العراق يستفيد ويطور سياسات الداخلية هذه المرة ليس بالضرورة سياسات الخارجية الكل يعرف بأن تطوير السياسات الداخلية هي مرتوط بالتماسك بين القوى السياسية العراقية ومزالت هناك القوى السياسية لم تستطع أن تصل إلى مرحلة التماسك والاندماج الذي يمكن من خلالها أن يفضي إلى سياسة داخلية تكون إنعكاسا لسياسة خارجية لكن مع ذلك نتوقع اليوم علينا أن نستثمر مسألة اليوم حديث تلك البلدان ووضع العراق في إطار فلك تلك البلدان الحديث عن أن العراق اليوم يشكل نقطة مهمة جدا في محاربة للرهاب وبالتأكيد هنا نتحدث عن التدريب والتجهيز والدعم اللوجستي في إطار الطائرات المسيرة أو الأقمار الصناعية أو حتى تبادل المعلومات الاستخباراتية يعني جانب الأمن مهم جدا عندما يبحث بهذه القمة من تلك البلدان فبالتأكيد العراق يعتلي أولويات تلك البلدان كونه خاضح حراب مستمر سواء كان من التنظيمات القاعدة أو حتى مع كيان داعش الأرهابي لذلك نتوقع اليوم هذه المرحلة تستلزم أن يكون هناك تماسك للقوة السياسية العراقية نتحدث بمصالح وطنية حقيقية لا فئوية ولا مصلحية وبالتأكيد أن نتوقع هذا الأمر ينعكس أيضا إذا كان هناك سياسة خارجية هادفة تستطيع اليوم أيضا أن تتمسك بمفردات البيان الذي تم وخرجه من قبل تلك البلدان وتحاول أن تفتح قنوات التواصل الدبلوماسي لتحقيق ما تم الاتفاق عليه لا سيما على مستوى سيادة العراق لا سيما اليوم نتحدث عن وجود تركي في شمال العراق وتدخلات ومعسكرات وقواعد تركية وبالتأكيد أن نتوقع هذا الأمر قد يستفاد من العراق لأن العراق لحد الآن لم يذهب إلى مجلسنا في الصدور مثل هذه البيانة قد يكون ضغطا على الإتراك في أن يغيروا هذه المعادلات بهذا الخصوص دكتور خالد عبدالله أشكرك جزيل الشكر على كل هذه النظرة التحليلية عميد كلية العلم السياسية في الجامعة المستصرية دكتور خالد عبدالله شكرا جزيلا بعد الفاصل نرحب بضيوفنا الكرام والحديث مستمر حول بيان قمة الدول السبع حول العراق وما تضمنه أخليكم ويانا أكد الدول مجموعة السبع استمرارها في تقديم الدعم للعراق وحكومته في مواجهة الإرهاب راحبة بجهود الحكومة العراقية لمحاسبة الجماعات المسلحة الخارج عن القانون يبدو أن الرغبة الدولية الحقيقية لدعم العراق على تجاوز أزماته جنث مارها قمة مجموعة الدول السابع الكبار أعربت عن دعمها الكامل لسيادة العراق ووحدة أراضيه لعل هذا الموقف يشير بشكل أو بآخر إلى مدى جدية تعاطي المجتمع الدولي مع الملف العراقي لا سيما هذا الوقت بالذات الذي يستبق الانتخابات العامة المزمع إجراؤها في تشرين الأول أكتوبر المقبل بيان مجموعة السابع أشهد بالجهود التي تبذلها الحكومة وقوات الأمن العراقية والبشمرقة في نجاحها في الحرب ضد تنظيم داعش وتحقيق الاستقرار في المناطق المحررة مشيرا إلى تأييد الدول المجتمع لقرار مجلس الأمن الدولي ودعوته لإشراك مراقبين للانتخابات وتحقيق انتخابات حرة ونزيها وأحثت الدول السابع المواطنين العراقيين على المشاركة في تلك الانتخابات لم يقتصر البيان على ذلك فحسب إذ رحبت الدول بجهود الحكومة لمحاسبة الجماعات المسلحة والخارجة عن القانون المتورطة في هاجمات على قوات التحالف الموجودة في البلاد وربما يشكل تعاطي الحكومة العراقية وأجهزتها الأمنية للوضع الراهن محط أنظار العالم لما يحدث من استهداف للناشطين والمتظاهرين بالقتل أو الاختطاف فضلا عن السلاح المنفلت والهجمات على قوات التحالف بين القين والآخر لذا بات من الضروري أن يلعب المجتمع الدولي دورا أكبر كما يرى مراقبون في ظل الأوراق المؤثرة التي تمتلكها تلك الدول وعلى رأسها الولايات المتحدة من خلال الدعم المقدم للحكومة العراقية بالمساعدات الأمنية والعسكرية بالعراقي يناقش بيان مجموعة الدول السابع الداعمة لسيادة العراق وإجراء انتخاباته المقبلة علي كريم لبرنامج بالعراقي للحديث أكثر ينضم لنا من واشنطن البروفيسور دانييل سيرور الأستاذ المتخصص في الدراسات الدولية في جامعة جونز هابكنز ومن واشنطن أيضا جينيف عبدو الخبيرة المتخصصة في الشرق الأوسط ومن ولاية فرجينيا السيد دوغ باندو زميل الأقدم في معهد كيتو للدراسات ضيوفي الكرام أهلا وسهلا بكم بروفيسور دانييل سيرور هذه أول مرة تشارك معنا أهلا بك في برنامج بالعراقي أريد أن أسألك أن تعطينا نظرة عامة حول أهمية مؤتمر السبع الكبار وتأثير على طبيعة العلاقات الدولية نعم أعتقد أن قمة مجموعة السبع كانت مهمة أولا للسماح لرئيس الأمريكي بايدن بجمع حلفائه الأوروبيين وكذلك دول أخرى كاليابان العراق كان موجودا في البيان ولكن لا أعتقد أنه لعب دورا كبيرا في القمة بحد ذاتها ولكن هناك توافق حول دعم مجهود مكافحة الإرهاب في العراق ودعم الانتخابات في العراق وكذلك محاولة المحافظة على علاقات جيدة بين العراق والغرب العراق مهم للغرب لأسباب ثلاثة الأولى هي النفط والثانية هي إيران والثالثة الإرهاب وبالتالي من مصلحة الغرب أن يرى ديمقراطية في العراق لأن الإرهاب مشكلة كبيرة والتركيز يكون كما قلت على الإرهاب وعلى النفط وعلى إيران ما نراه أو ما رأيناه هو إعادة تأكيد ما كان يقوله الرئيس السابق ترامب دعم وحدة أراضي العراق والعملية الدمقراطية في العراق والقوات المسلحة العراقية نعم جينيف أهمية أن يذكر العراق في هذا المحفل أعتقد أنه خلافا لإدارة الرئيس ترامب نحاول هنا أن نرى أهمية العراق بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية مع الاختراب من الانتخابات العراقية سيكون هناك تركيز أمريكي على العراق وبالتالي أرى مهما أن تكون الانتخابات قد تمت الإشارة إليها في البيان والذي نوها أيضا بدور الأمم المتحدة في هذه الانتخابات رعاية هذه الانتخابات لأنه في الانتخابات السابقة كان هناك مشاركة منخفضة حوالي 25% وبعض حالات التزوير المتظاهرون العراقيون قالوا بوضوح إنهم يريدون دورا متزايدا من المجتمع الدولي وهذا دور المجتمع الدولي وبالتالي أرادوا دعما من المجتمع الدولي ومن أمريكا ومن دول أخرى وهذا ما حصل عليه المجتمع الدولي يدعم العراق ويدعم الانتخابات وأنا أقرأ ما حصل على أنه إعلان لدعم المجتمع المدني ضد المنظومة الشعية الفاسدة الموجودة الآن وأعتقد أن ذلك سيشجع حركة التزاهر وسيشجع العراقيين على التصويت هل تتفقين جريف مع ما قاله بروفيسور دانييل أن الاهتمام بالعراق يأتي من هذه الثلاثية النفط وإيران والحرب على الإرهاب أعتقد أن الاهتمام بالعراق قد ازداد فيما تعلق بهذه النقاط الثلاثة الآن نعرف أن دول الخليج والمملكة العربية السعودية طبعا تعتبر العراق مجالا للاستثمار الجيد خاصة في مجال الطاقة وأعتقد أننا تخطينا الواقع الذي كان فيه العراق يتعلق فقط بمشكلة داعش الآن هناك مشاكل عراقية طبعا إيران أيضا تقلق المجتمع الدولي وخاصة الولايات المتحدة الأمريكية وحصلت تطورات مختلفة حول هذا الموضوع في الأسابيع الماضية ولكن وبإجاز أعتقد أن الاهتمام بالعراق قد ازداد وتخطى الإرهاب فقط سيد باندو كيف ترى الاهتمام الدولي بالعراق وأيضا تعليقك على ما قاله الضيوف الكرام ما نراه مع مجموعة السبعة وكذلك أيضا حلف شمال الأطلسي نرى نقاط مشتركة في البيانين نرى أن أوروبا الآن تتعامل بطريقة أفضل بكثير مع حليفها الأساسي مقارنة بالتعامل مع أمريكا الإدارة السابقة وهنا التوافق للتركيز على أهمية العراق من قبل أوروبا وأمريكا وكل هذه الدول لعبت دورا في العراق في السنوات العشرين الماضية بطريقة أو بأخرى وبالتالي هي مهتمة بالمصالح التي أشير إليها ولكن يريدون أيضا نتيجة إيجابية للوضع في العراق وكما قلت شاركت به غالبية هذه الدول هناك ناحية الأمنية والاستقرار في العراق والشرق الأوسط وكذلك العملية الديمقراطية والحياة الأفضل للشعب العراقي الذي تم تحريره من صدام حسين ولكن مر بنزاعات صعبة وخاصة مع ظهور داعش ونحن نرحب بتوحد هذه الدول الكبرى وتركيزها على نتائج إيجابية في العراق بروفيسور سارور بنفس الوقت الولايات المتحدة كان لديها سياسات مختلفة نوعا ما تحت إدارة الرئيس ترامب واليوم أتحدث عن سياسات أمريكا أولا واليوم هناك سياسات مختلفة عندما يأتي الحديث عن الدعم الدعم الأوروبي دعم الكبار دعم الولايات المتحدة للعراق كيف تتوقع أن يتم ترجمة هذا الدعم في هذه المرحلة في الميانين نرى التركيز خاصة على النواحي الأمنية والسياسات بمعنى الانتخابات أنا أتمنى أن أرى دعما متزايدا للعراق ليس فقط على هذين المستويين بل أيضا على المستوى الاقتصادي وإلى جانب النفط ولكن ليحصل ذلك يجدر من العراق أن يعمل على التنويع على المستوى الاقتصادي وتعزيز التعاون أيضا التربوي بين العراق والولايات المتحدة الأمريكية من الصعب الوصول إلى تعاون في المجال التربوي في هذه الظروف الاقتصادية والسياسة الصعبة في العراق لا بد من تعزيز التعاون إلى ما بعد هذه النقاط الاستراتيجية التي أشرنا إليه وهناك أيضا انتفاق استراتيجي بين العراق وأمريكا يسمحوا بتعزيز هذه العلاقات نتكلم كثيرا ولكن النتائج غير واضحة أو غير كثيرة يعني كلمة وجملة مهمة جنيف نتكلم كثيرا لكن أحيانا النتائج غير واضحة إلى أي مدى جنيف أتحدث معك يعني التقدم في الدعم والعلاقة والثنائية العلاقة بين العراق والدول الكبرى إلى أي مدى تعتمد على العراق والسياسات العراقية بحد ذاتها أكثر مما لربما تعتمد على ماذا تريد هذه الدول أيضا من العراق نعم سؤال جيد ومهم أعتقد أن المجتمع الدولي وخاصة مجموعة السبعة شجعوها وجود رئيس الوزراء القازمي وبعض المبادرات التي حاولت اتخاذها والبعض نجحت أكثر من غيرها وفي البيان الذي أشرتم إليه في التقرير جاء أن مجموعة السبعة تريد أن تتأكد أن المسؤولين عن عمليات استهداف وقتل المتظاهرين الذين يعننوا عن عدائهم لإيران يجدروا أن يواجهوا العقاب وأن تكون هناك مسائلة وبالتالي أمور كثيرة تعود إلى الحكومة العراقية رغم أن رئيس الوزراء القازمي قد أنجز بعض النجاحات لكنه أيضا فشل على بعض المستويات وأعتقد أن مجموعة السبعة تحاول أن تؤكد أنه لا بد للعراق أن يعتمد إصلاحات ومنظومة ديمقراطية ومعرفة للحكم ولذلك هناك تركيز على الانتخابات هناك أيضا الفساد وهو من أهم العراقين وهناك أيضا منظومة الأحزاب بعض الأحزاب بحد ذاتها تشكل مشكلة ونريد أيضا نظاما أكثر اجتمالا لعدد أكبر من الأحزاب السياسية هذا ما يتمنه المجتمع الدولي ولكن جزء كبير من كل ذلك يعود إلى ما يحصل ضمن الحكومة وفي العراق من هذه الفكرة أريد أن تكمل لربما توضح تفاصيل أكثر حول هل المجتمع الدولي الولايات المتحدة تحديدا نحن نتحدث مع مجموعة أمريكية هنا هل هي تعمل كردة فعل لما تقوم به بغداد أم هي تحاول تقويم أو مساعدة بغداد بأن تسلك طريق أفضل واشنطن تريد من حكومة القازمي أن تدفع العراق إلى الأمام إلى موقع يكون فيه أكثر أمنا وتكون السيادة أفضل وتكون السيادة محترمة خاصة من قبل إيران وتكون أيضا فيه المؤسسات السياسية والانتخابات أكثر نزاهة وصلابة هناك ضرورة الابتعاد عن المذهبية في العراق والاهتمام أيضا بمحاسبة من هو مسؤول عن مهاجمة المتظاهرين وحتى مسؤولين في الحكومات يعتبرون وأنهم يعادون نفوذ إيران في العراق نعود هنا إلى الرؤية التي كانت تريدها أمريكا للعراق في العام 2003 بعد الاشتياح هذه الرؤية قد عرقلتها سنين من النزاعات والآن الأمل هو أن تستأنف خاصة وأن هناك شعور بأن الحكومة العراقية الحالية ملتزمة بالتوصل إلى نتائج إيجابية ولكن كما قلنا التحديات كبيرة جدا وكذلك العراقيل والمشكلة الأساسية للعراق هي أن العراق جار إيران وذلك أمر لا يمكن أن نتخطه مجموعة أسابعة تريد دعم بغداد وأن تقول للعراق أنه يحصل على دعم غالبية الدول الغربية ويمكنه أن يعتمد على هذا الدعم للتقدم إلى الأمام للإصلاحات وبانتخابات نزيهة ومواجهة الفساد وغيره بروفيسور سورور هل نحن اليوم نواجه عالم جديد أو نظرة جديدة من قبل الدول الكبرى إلى العراق نتحدث عن 18 عاما بعد 2003 إدارة أمريكية مختلفة لربما هناك وجهة نظر أخرى بعد كورونا وبعد ما حصل في أوروبا أيضا أم نحن نتعامل مع ثوابت سياسية أوروبية أو دولية أعتقد أن السيد باندو على حق هناك انبعاث جديد للأمل بولادة عراق ديمقراطي لا أعتقد أن أزمة كوفيد-19 لديها أي علاقة بهذا الواقع أعتقد أن هناك شعور بضرورة مواجهة النفوذ الإيراني في العراق وتعزيز الديمقراطية وحكم القانون في العراق ولكن أعتقد أنه الآن أصبحنا أكثر واقعيين مما كنا عليه مع إدارة الرئيس بوش بمعنى أن الأمل ليس على نفس المستوى ولكن هناك أيضا أمل بأن العراق يمكنه أن يكون صديقا للغرب أن يكون فيه قضاء مستقل ودولة قانون وهذا الأمل يأتي من وجود القاسم وكذلك من وجود المتظاهرين في الطرقات وضرورة الدفع لمواجهة إيران حتى نكمل الفكرة جنيف أريد أن أسمع تعليقك تحديدا قبل أن نذهب إلى الفاصل حول الأمل الجديد الذي قد يتم أو انبعثه بالنسبة للمجتمع الدولي في عراق قد يكون أفضل نعم أعتقد أننا نشعر بهذا الأمل الجديد خاصة لو توجهنا إلى العراق نشعر بهذا الأمل ولكن هناك نقطة لم نتكلم عنها وهي كانت في بياني مجموعة السبعة وهي إيران وبالتالي نعم هناك أمل ولكن لابد أيضا من أن نأخذ بعين الاعتبار أن مجموعة السبعة قالت إنها تدعم العودة إلى الاتفاق النووي الإيراني وبالتالي رغم هذا الأمل الذي أشرنا إليه هذه الدول تطالب أيضا بالاتفاق وتجديده وهو أمر يرتبط بالاستقرار في العراق هذه جنيب عذرا للمقاطعة هذه هذه النقطة هي ما أردت أن أتحدث به بعد الفاصل لذلك أستاذنك بأن نقف وقفة سريعة ونعود بعد الفاصل مستمر المشاهدين مع ضيوفنا من واشنطن وفرجيني جينيا والحديث حول انعكاسات قمة السبع على العراق في مجالات الأمن والصحة والاقتصاد خليكم أهلا بكم مجددا متابعي حلقة اليوم من برنامج بالعراقي أعود لمواصلة الحديث مع ضيوفي من واشنطن البروفيسور دانيل سورور الأستاذ المتخصص في دراسات الدولية في جامعة جونز هوبكنز ومن واشنطن جينيف عبدو الخبيرة المتخصصة في الشرق الأوسط ومن ويلة فيرجينيا السيد دوغ باندو زميل أقدم في محاة كيتو للدراسات علي أبدأ معك سيد باندو استمعت قبل الفاصل إلى وجهة النظر التي بدأنا نتحدث ليس فقط عن العراق العراق جزء من منطقة هذه المنطقة فيها سياسات مختلفة من قبل الدول السبعة كيف ترى العراق بالمنظور الدولي كجزء من هذه المنطقة العراق هو دولة مهمة في المنطقة ومن بين عناصر هذه الأهمية هو أن العراق تم تحريره من ديكتاتور ويمكنه أن يتقدم كديمقراطية مما يشكل نموذجا للدول الأخرى خاصة في المنطقة لو توصلنا إلى ديمقراطية مستقرة وإلى نظام منفتح على المواطنين يمكنه أن يتعطى مع مشاكل الفساد وكذلك ربما التوجه إلى نظام أقل طائفية نرى هكذا أنظمة مثلا في لبنان في إيران أو غيره حيث الشباب يريدون تغيرا في المنظومة السياسية وعلى المستوى الستراتيجي من دون شك العراق يلعب دورا مهما مع إيران وبالتالي الرئيس بايدن والجمهوريون رغم عدم الاتفاق على الاتفاق النووي يريدون أن يعملوا على تحسين تصرف إيران في المنطقة وبالتالي لا يكفي التعاطي مع أشأن النووي هناك أمور أخرى مختلفة كاحترام سيادة واستقرار العراق وعدم التدخل في سياسته الداخلية ما تأمل به إدارة الرئيس بايدن هو عبر تجديد الاتفاق النووي التعاطي مع هذه المسائل الأخرى التي تضم العراق والتي ربما تسمح لنيني العراق أن ينتقل إلى الديمقراطية الحقيقية وإلى إشراك المواطنين هذا هو هدف مجموعة السبع الأساس بروفيسور سورور بعض من استضفناهم في حلقات أيضا من هنا من الولايات المتحدة تحدثوا عن أن العراق كان جزء من سياسة أمريكية دائما مرتبطة بإيران تحديدا في الفترات السابقة فترة الرئيس ترامب هل اليوم لازلنا نتحدث عن العراق أو السياسة الأمريكية تجاه العراق مرتبطة بالملف الإيراني أم أن هناك استقلالية للملف العراق تحت إدارة بايدا أعتقد أن هناك بعض المخاوف المتعلقة بالعراق فيما يتعلق أيضا بإيران وبالإرهاب والنفط وهناك مشاكل كثيرة في العراق تتأثر بإيران ولكن أساسها ليس إيران إلا أن تصرف إيران في العراق هو مسألة أساسية مسألة أساسية طبعا للعراقيين ولكن أيضا للأمريكيين إيران ليست فقط جارا للعراق ولكن تتشاطر حدودا طويلة جدا مع العراق وكذلك تاريخا طويل من التعامل مع العراق خاصة على المستوى الديني وعلى المستوى الاقتصادي وغيره ولا أعتقد أن الأمريكيين يتوقعون من العراق أن يتجاهل إيران أو أن يعادي إيران بل يريدون نوعا من التعايش بين العراق وإيران حيث تكون هناك علاقة تحترم في إطارها إيران سيادة العراق وكذلك تكون هناك علاقة بين أمريكا والعراق طيب جينيف إذا كان لديك تعليق على ما قاله البروفيسور سريع حتى أسألك سؤال أعتقد أن هذا هو الهدف من دون شك ولكن المشكلة هي أنه لم يكن أولا علاقة بين الاتفاق النووي من جهة ونشاطات إيران في العراق من جهة أخرى هناك فصل بين المسألتين فصل تام من يعتقد أن الاتفاق النووي سيؤدي إلى المزيد من الاستقرار في الدول التي تتدخل فيها إيران فقد بدأ منذ العام 2015 أن ذلك خطأ طيب جينيف أبقى معك أريد أن أسأل واحدة من النقاط التي يتحدث فيها بعض ضيوفنا هنا في البرنامج وتحديدا ضيوفنا من العراق بأن واحدة من المشاكل اليوم في العراق أن هناك ليس هناك تطبيق واسع للديمقراطية في مختلف اتجاهاتها هناك تطبيق لربما عبر الانتخابات هناك عبر التظاهر السلمي لا زال هناك مؤسسات ديمقراطية وطرق ديمقراطية يحتاج العراق أن يمارسها بصورة أفضل كيف يمكن للدول السبعة والولايات المتحدة تحديدا أن تساعد العراق على تنمية هذه القدرات الديمقراطية كما سبق وقلت أعتقد أنه يجدر دعم رئيس الوزراء مراقبة الانتخابات لتشجيع الشفافية وعملية انتخابات سليمة ونزيهة كذلك هناك نقطة أخرى هي الاستثمار في البناء التحتية وذلك لتلبية متطلبات المتظاهرين العراقيين هذه التظاهرات بدأت بجدول أعمال واضح المتظاهرون يريدون الخدمات الأساسية وتحسين مستوى البناء التحتية ويريدون عمل وانخفاض البطالة وهنا يمكن بطريقة عملية التوصل إلى بعض الإنجازات عبر مساعدة الدول الغربية أو بعض الدول الأخرى للعراق عندما تبدأ هذه الإصلاحات الاقتصادية هي ستدفع بالإصلاحات السياسية إلى الأمام وهذا ما يريده الجيل الجديد هناك سبل برأيي يمكن عبرها للمجتمع الدولي أن يساعد العراقي سيد باندو أيضا ذكرت أيضا نقطة لو سمحت نعم تفضلي تفضلي ذلك أيضا سيخفف من الاعتماد على إيران الرئيس روحاني قال منذ سنة أن ما هو ممتاز بالنسبة لإيران هو زيادة الصادرات الإيرانية إلى العراق حتى 20 مليار دولار وطبعا الغرض من التعاون مع الدول الغربية هو خفض الاعتماد على إيران سيد باندو ذكرت جينيف أكثر من نقطة مهمة لعلي أتحدث معك الآن على مسألة الانتخابات والتأكيد في بيان الدول السبعة على أن تتم الانتخابات في العراق تحت رقابة دولية كيف قرأت ذلك الانتخابات أساسية لمستقبل العراق لتكون هناك حكومة ديمقراطية عن حق تحظى بالدعم المواطنين وحكومة قوية ومستقرة وبالتالي لا بد أن يؤمن الشعب العراقي بالانتخابات وأم بأن الانتخابات أخذت برأيه وكانت نزيهة وهو أمر أساسي لدفع العملية السياسية إلى الأمام لأنه في الماضي كان هناك اتفاقيات استغلت فيها استغلت فيها الأحزاب الأحزاب الانتخابات لتشاطر النفوذ في الحكومة وفي العراق وركزت على مصالحها الشعب يحتاج إلى أن يؤمن بالعملية الانتخابية ليشارك فيها وليتمكن من أن يتأكد أن المسؤولين المنتخبين سيلعبون الدور المناسب وسيستمعون إلى صوت الشعب أعتقد أن مجموعة السبعة تعترف بأن هذه الانتخابات لا بد من أن تكون فعالة ونزيهة إن أراد العراق أن يتقدم لعلي أتحدث الآن معكم سادتي حول لقاء آخر لم نتحدث عنه إلى الآن وهو يؤثر أيضا على العراق ومنطقة وهو لقاء الرئيس بايدن بالرئيس بوتين والسؤال لك بروفيسور سيرور هذا اللقاء كيف ينعكس أو كيف تتوقع أن ينعكس على العراق سوريا إيران هذه المنطقة المتداخلة تركيا أعتقد أن الاجتماع كان جيدا من منظور الرئيس بايدن بوتين وبوضوح لم يأتي إلى الاجتماع بطريقة يتفاخر فيها بوضعه كما يفعل عادة بل الرجلان جاء بطريقة مهنية للتكلم عن الاستقرار الاستراتيجي وعن الهجمات السيبرانية وعن أمور أخرى وبالتالي إيجابي أن تكون روسيا وفقت على هذه المفاوضات وفيما يتعلق بسوريا من الواضح أن الرئيس بايدن ضغط على بوتين فيما يتعلق بالمساعدات الإنسانية وإدخالها إلى سوريا وهو أمر لا يهتم له أو لا يكترث له الرئيس بوتين بتاتا أمريكا تريد أن تكون هناك تسهيلات إضافية في نقاط العبور إلى سوريا لتمرير المساعدات الإنسانية لا أعتقد أن روسيا تقدمت كثيرا في الشرق الأوسط بالسلسناء العراق وليبيا في مجال نفوذها ولكن في الحوار بين بايدن وبوتين لا أرى أي شيء مهم إلى حد كبير نعرف أن أمريكا لطالما كانت تعتبر أن الدور الروسي في سوريا هو كالغارق في الرمال المتحركة وكذلك لم تكن روسيا ناجحة جدا في ليبيا وبالتالي لا يعتبرون أن هناك تأثير على الشرق الأوسط من قبل روسيا أو بشكل عام في القمة بين بايدن وبوتين جينيف سأسأل السؤال لك وسينتقل نفس السؤال إلى سيد باندو إلى أي مدى الاستقرار في هذه المنطقة وتحديدا نتحدث العراق وسوريا وإيران وتركيا كصورة واحدة والعراق هو المركز نتحدث في برنامج عراقي إلى أي مدى هو انعكاس للعلاقة بين واشنطن وروسيا كما سمعنا رأينا أن وجود روسيا ربما ازداد في الشرق الأوسط وفي هذه الخمة تحديدا ربما الرئيس بايدن لم يتكلم عن هذا الموضوع لأن أمريكا الآن تعترف أنه ليس بإمكانها أن تفعل أي شيء فيما يتعلق بالوجود الروسي في الشرق الأوسط المسألة مهمة بالنسبة لي واشنطن والشرق الأوسط ولكن أمريكا تعتبر أنه يصعب فعل أي شيء حيال هذا التواجد فيما يتعلق بالحرب بسوريا نعرف الأوضاع ولكن هناك أيضا الوجود الروسي في إفريقيا نعرف أيضا أن موضوع حقوق الإنسان قد تمت إشارة إليه ولكن روسيا لن تفعل أي شيء في هذا المجال الرئيس بايدن برأيي فضل أن يركز على الأمور التي يمكن فيها التقدم سيد باندو إلى أي مدى الاستقرار في هذه المنطقة يعتمد على طبيعة العلاقة بين واشنطن وموسكو كما أشرنا دور روسية في الشرق الأوسط الثانوي بالنسبة لأمريكا رغم أن روسيا لعبت دورا مهما في سوريا وتتدخل إلى حد أو آخر في ليبيا ومصر إلا أن دور أمريكا أكبر بكثير وعلى أي حال يصعب على أمريكا أن تخرج روسيا من الشرق الأوسط موسكو لطالما كانت لديها علاقات مع سوريا وهذه العلاقات ترقى إلى العلاقات مع نظام الأسد الأب قبل بشار بكثير لديهم قواعد في سوريا وحتى أيام الحرب الباردة وأعتقد أن الرئيس بايدن يفهم أن أفضل ما يمكن أن يصل إليه مع روسيا في سوريا هو التركيز على التقدم الممكن على المستوى الإنساني اللاجئين في منطقة إدلب مثلا أو فتح المعابر للمساعدات الإنسانية أو التواصل إلى حل سياسي يسمح بتدفق المساعدات لإعادة الإعمار هذا ممكن ولكن لم يكن هذا الموضوع هو الأساس في هذه القمة لأن المسألة في سوريا ليست مهمة جدا بالنسبة لإدارة بايدن التركيز أعتقد كذلك بالنسبة لروسيا هو الأمن السيبراني ونفلني وحقوق الإنسان وأوكرانيا هذا ما يهم إدارة الرئيس بايدن وهذا ما ركزت عليه بروفيسور سورور ماذا أردت أن تعلق أنا أتفق تماما ولكن لا أعتقد أن أمريكا تريد أن تواجه روسيا في الشرق الأوسط أمريكا تريد فتح الطريق من تركيا إلى إدلب لإدخال المساعدات الإنسانية المعابر الأساسية ولكن هذه المسألة جزئية هي مهمة بالنسبة للأفراد والمواطنين ولكن الناحية الديبلوماسية هي مسألة سنوية وغالبا ما تعتبر روسيا على أنها ثقل بالنسبة لروسيا وليس أمرا إيجابيا جينيف في أقل من دقيقة كيف ترين مستقبل التعامل مع العراق من قبل الولايات المتحدة أعتقد أن إدارة الرئيس بايدن ستركز أكثر على العراق وستركز أيضا على دعم المجتمع المدني في العراق وستحاول أن تدفع وتساعد الحكومة العراقية والحكومة الجديدة بعد الانتخابات أعتقد أن الانخراط الإيجابي من قبل أمريكا سيزداد حول المسائل التي لا تتعلق بإيران والإرهاب ضيوفي الكرام من واشنطن البروفيسور دانيل سورور الأستاذ متخصص في الدراسات الدولية في جامعة جونز هابكنز من واشنطن أيضا جونيف عبدالخبير المتخصص في الشرق الأوسط ومن ولاية فرجينيا سيد دوغماندو زميل أقدم في معهد كيتو للدراسات شكرا جزيلا لكم شكر موصول أيضا لكم سادتي المشاهدين نلتقيكم إن شاء الله الأسبوع القادم وحلقات جديدة من برنامج بالعراقي لا تنسوا تابعونا على وسائل التواصل الاجتماعي في أمان الله وحفظه اشتركوا في القناة